تمخذ الجبال فولد فقرا هذا هو عنوان حلقة اليوم سنرى فيها وجوج الموادع الموضوع الأول تخص اجتماع مجلس الأمن للدار اليوم الأربعاء بخصوص الصحراء المغردية والموضوع الثاني سنذهب إلى دولة تشاد ونرى أشواق وعلاش تم تصفية رئيس تشاد السلام عليكم أخوتي أخوتي الأعزائز مرحبا بكم وبالصحة والراحة في طوركم معكم حاتم المرافق إعلام الصرف الصحي الجزائري الرسمي والخاص والإعلام الكرتوني ديال سندالستان كان مخصص كل مجهود دياله على هذه الجلسة ديال المجلس الأمن وكان يروج لقرارات تدعم البوليزاريو والاستفتاء وتقرير البصر هذه الجزائر لو أعلام تسحب لها حيث هي أنشأت دولة الجزائر الجديدة بالاستفتاء الفرنسي فممكن أي واحد يدري الاستفتاء بشيد دولة جديدة المهم من عقدات الجلسة لا جديد يذكر كما العادة من غير نفس الأستوانة ديال ضرورة تعيين مبعوث أمامي ضبط النفس يجب استئناف المحادثات الكلام الديبلوماسي الفارغ لما يزيد مكين قسم مغربية السحراء أهم شيء بالنسبة ليو كخلاصة لهذا الاجتماع هو القرار المشارك لدارة الولايات المتحدة الأمريكية الذي يدعو إلى تجنب تسعيد هذا القرار رفضته بعض الدول كالهند والصين وبعض الدول الأفريقية وغيرها لأنهم خافوا أنه يتفهم غلط وتحسب أنه ينحيز للمغرب ثاني حاجة مهمة وهو أن الأمم المتحدة حضرت من أن الوضع غير مستقر ويمكن أنه يؤدي إلى تسعيد هذا بالله عليكم واذا لا يبقى لكم أدربة هذه البوليزاريو رأيكم مسلولة بلغة رقمية السلسين وأنتم تقولون اليوم يمكن أن يؤدي إلى تسعيد على بسلامة هذه الأشياء وسط البوليزاريو التي تقولون كل نهار قصفنا المخندقات ودمرنا وقتلنا ودخلنا إلى الداخل ودخلنا إلى العيون واشتزنا الجدار العازل واشهد شيء كامل زعمة كله غير كذوب ومن نواله هذا دليل دولي على أنكم وأجزائركم خدامين غير تكذبون على المعتقالين في نفتيندو في المرتزقة وكذبون أيضا على الجزائرين بالترويج إلى حرب فنكوشية أنا ما عمرني شفت حرب خافية حتى شفت الحرب ديالكم حربكم مجرد حرب بلاغات وحرب بيانات وحرب ديال السوشيال ميديا والأخبار فقط مجرد حرب فنكوشية لحفظ ماء الوجه من بعد تبهديلة هذه الإماطة الأدى لدارة المغرب في القريقارات تديره بحال هذا الخوف من أن يكون واقف حدا هذا الذي يمدرز معه ويبقى ساكت مسكين وحتى يبقى بعد منه وكذب من رسولة بعيدة عليه يبقى يسيبوه ويجتموه ويضربوه بالحجر ونهارك يتشد في زنقة ما تخرج يبقى عاوض يطلب ويزاوه وصل بهم اليأس بالجزائر وستندو في محتلة أنهم ونشروا بصرحة عدد القتلى ديالهم ويقتلهم الجيش المغربي غير بجزا ما العالم يقول بالصحراء المغرب كذبهم ساكن وراكين شي حاجة ممكن تماما ساعة مجلس الأمن عرف بأنها مجرد خطة للإستعطاء وعمر الهيلال تبارك الله عليه رادر نقطة للحور في الأمم المتحدة يلم كل خين رأتبت بالصوت والصورة والحضور على الأرض أن عملية تطهير وإماطة الأذى عن طريق لدارة المغرب في القرقارات كانت عملية نظيفة وسليمة والذي اخرق وقف إطلاق النار من تومة من شهنة يعني عمليا يلم كل خين المغرب يدافع فقط وتقتلكم الفيران لك تجاوز لحدود دياله وانتم عاجزين أنكم تديروا حرب ضد المغرب لانتم للجزائر ديالكم لك تعطيكم سلاح وكتقب بكش ما تمركم عفظوا لك لأن أمغالة والمقولة ديال حقرون لحقرون المغاربة مزارين عقدة عند الجنرالات العجزة ديالكم حتى تفرتحها وغيرها وإذا رجعنا إلى مجلس الأمن ليس ضروري أنك تكون ضليعة في العلوم السياسية لكي تفهم أن الجنسة كانت في مصلحة المغرب ما عليك إلا تفردت فعل البوليزاريو الكبرى التي هي الجزائر والبوليزاريو الصغرى التي هي سنداليستان بخصوص قرار مجلس الأمن الإعلام الكرتوني سنداليستان خرج واحد بيان كتام في مجلس الأمن بالتقاعث وقال لك البوليزاريو تأسف لضياع فرصة أخرى وقال واحد شبه المسؤول البوليزاريو عيش في مريكان ساكن مع راسه الفيلا والسيارة آخر موديل وواكل وشارب ومخلص من فلوس الشعب الجزائري الذي هذا الأخير من قح تقرأ هذه الزيس مسكين المهم قال لهم عدم قيام مجلس الأمن بأي إجراءات ملموسة لا يقود أفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب بل أيضا يتركوا الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تسعيد الحرب الجارية هذا غير بينكم يا مرتزقات سنداليستان واذا تخوفون بالتسعيد أو تضحكوا على رأسكم زيما زيما يبقى تسعدهم من بعد 4 شهور في الحرب الفنكوشية لكم وفي البلاغات العسكري ماذا جهدكم قاعة؟ ماذا ستقدرون تديره؟ كما ستستخدمون الغواصات أو الصواريخ العابرة للقارات لتشدد أمريكا أو ستستخدمون صاروخ إسكندر أو يمكن ستجلبون الجنرال لتفرتيحه أو سيقود لكم الجيش دير بل أريد أن أقول لنا ماذا هو التسعيد الذي تتحدد به هذه الناسة؟ أنتم مبالية جهدكم من بعد ما كنتم تديروا بلاغ عسكري واحد ستقوموا بلاغ عسكرية في اليوم ونزيدكم تقدروا تقوموا بتطاقي المغرب في المنشوراتكم على تويتر والفيسبوك هذا هو التسعيد الذي يمكن أنكم تديره وصنداليستان والبوريزاريو الغاباء الجزائري الدحدوحي الذي تطيح لكم فكرة تقلق مع بعض القرقارات هو الذي خرج عليكم كنتوا واكلين شعر بين دائر القصور ودائر الفيلات من دائر الشعب الجزائري والأموال ديالو حتى تسخن عليكم رأسكم وبغيتوا تقطعوا مع بعض إنساني تجاري دولي للقرقارات وبغيتوا زعمال مغرب يبقى قارس كتفرج فيكم أنا شخصياً أهنئكم على الإنجاز الواحد الذي تدرته وهو تدمير الجزائر بحيث أنكم بوحدكم يا البوليزاريو خسرت الجزائر كثير من 520 مليار دولار وماذا بنا نرجعوا كيفما كنا وكيفما كنتم أنتم كولوا وصرقوا أموال الشعب الجزائري ونحن نجاوبوا معكم مرة في مجلس الأمن مرة في الإعلام مرة في اليوتيوب ونحن المغاربة في أرضنا وفي الصحراء ديالنا وانتم مفتين دوف محتلينها معاراتكم أنا بعدما عمره في الدولة في العالم عند ثلاثة دولة على الأرض دياله جزائر والرئيس ديالة عبد المجيد كذبون البوليزاريو الرئيس ديالة إبراهيم الغالي والقبائل والرئيس ديالة فرحات مهنة ويتشغيل البداية وما زال عاطي عطي ستشربوا إن شاء الله من نفس الكاس التي كنتم تحلمون تشربون منها وهذه القبائل بدأوا يطالبوا بالاستفتاء الذي انطلق في 20 أبريل 2021 وخكاية من وحلتها وغضا نفكركم في هذه القناة إن شاء الله فشل المغرب يريد أن يستقبل الفصائل الجزائري المتناحرة لكي يدأ الوضع ويحفظ السلام في المنطقة العالم كامل فهم أن منتزقة القوليزاريو حتى الجزائر ديالهم مع أنه لا يعقيدة والقوة لكي يدخلوا حرب مع المغرب وكل شيء يعرف أن الحرب الفنكوشية مجرد فقاعات إعلامية لا أقل ولا أكثر الهدف دياله هو تنويم ساكنة تندو في المحتلة والعالم فهم أن النزاع مع مرورة تحل إلا باتفاق مغربي جزائري أو حرب مغربية جزائرية نقطة نسيت نشر لها وهو أن روسيا تلبس من أمريكا أن تلغي قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في نفس الجزائر ونريد أن نستطر إلى واحد نقطة مهمة أمريكا مع المغرب تعتبر حليف دياله الجزائر أكبر زبونة أو أكبر كليان ديالروسيا والصين لماذا روسيا والصين إلى يومنا هذا لا تعرفون أن الصحراء بوليزاريو ليس المغرب ولماذا روسيا تكتفي فقط بتوجيه طالب إلى أمريكا عارفين أنه مغيد ديافهم حتى واحد وأولهم أمريكا لماذا روسيا طلبت شيئا من أمريكا ودرتها والعكس صحرا لماذا أمريكا ستقبل بتدخل روسيا في القرارات الأحادية ديالها اللي بينهم قرار اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء روسيا بكل بساطة قدر الخاطر للكليان ديالها أو الزبونة ديالها المخلصة الجزائر لكي تبقى تشري عندها الأسلحة بالأتمينة الخيالية رأى كل سنة كتخسر عشرات مليار دولار على الخربة الروسية رأى تقريبا 100 مليار دولار في عشر سنوات رأى 100 مليار دولار لا كانت دولة في العالم تقدر تعطيها الروسيا وإلا افترضنا أن الدبلوماسية المغربية مثلا دبلوماسية ضعيفة نتصرد جدلا أنهم دبلوماسية ضعيفة وأنها مثلا فشلات في مجلس الأمن وإفترضنا أسيدي أن مجلس الأمن خرج بقرار نهائي بأن المغرب قوة احتلال وأن الصحراء بوليزار نفترضه لدينا شيء كامل جدلا واذا؟ وهنا نوجد خطاب البوليزاريو الكبرى اللي هي الجزائر والبوليزاريو الصغرى اللي هي صندريستان واذا تظنوا أن المغرب سيحترم هذا القرار بمجلس الأمن وسنساحب بكل سهولة من الصحراء وسنقول لكم تفضلوا واذا أنتم محومك أو هبال أو أغبياء أو حادية والله لا يخصكم إلا أن تقتلوا كل المغربة إلى آخر مغربي عادة ستعتبوا هذه الأرض أو تطلعوا على هذا الموحي والله لا يخصكم إلى أحسن حرب ونحن نستعد ندمر كل شمال إفريقيا والصحراء لا نفرطوا شيئا وقد تفرط فرطنا في موريطانيا والصحراء الشرقية اللي بالمناسبة للملف ديالها هو اللي تخلي الجزائر كدعم البوليزاريو لأنهم معرفون أن هذا الملف الحدود وخاصة عدم احترام الجزائر لبنود اتفاقية إفران ستحط فوق الطاولة مرة أخرى في الوقت المناسب إذن يا البوليزاريو الكبرى أو البوليزاريو الصغرى لا تسنوا مجلس الأمن لإعطيكم شيئا ليس شيئا لكم نحن نسميتنا المملكة المغربية الشريفة نسميتنا الشاغل دوغول لكي نفعل لكم استفتاء فرنسي إذا لديكم الكتاب عريو عليهم الجزائر الإمسان من السبعينات عندها تجربة في هزيمة المحتل الفرنسي وإذا كنتم لا تعتبروا المغرب بلد محتل إذن البوليزاريو استخدموا التجربة الجزائرية وعطيه حتى لكم مليون ونصف شهيد لكي تستخدموا الاستخلال لكم عن طريق الاستفتاء وفي حتيم 8 مليون ونصف شهيد رأس البوليزاريو كاملة بها لم يتمكن 50 ألف مرتزقة وكامل جميعهم من مالي وشادون نيجر وموريطانيا والجزائر إذا كنتم تتعرفون حتيم ضريف معكم أعطيتكم الحل ساعة لم يكن مليون ونصف شهيد ومن هنا نستنتج أنهم مستحيل تعملوا شيئا مع المغرب وما تنسوا شيئا دعوكم زوينين ضريفين وكونوا وسرقوا أموال الشعب الجزائري مع الجنرالات ودعوكم الحرب الفنكوشية رأيكم تقلبوا على انهار المغرب يدير لكم قد كلامكم وغينودوا وغيقوا العالم 4 شهور وما تدمروا في المغرب لازم نرد عليهم وغيكون الرد قاسي وتصدقوا لدولة نبدأ بالموضوع الثاني دولة تشاد ما نوقع فيها مؤخرا الرئيس تشاد الذي كان حاكمه من مدة ثلاثة سنة قتل كما قالوا على يد المتمردين في الشمال ولا تنكذب فرضية أنه قتل وهو كان يحارب لأنه أولا راجل كبير في السن ثانيا رأيكم 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 حاكم دولة ثلاثة عام وغيق خاطر ويسمح في كرسي الرئاسة ويعرض حياته للخطر رأيكم رأيكم مثلا القدافي أو حسني مبارك أو بشار الأسد يحاربوا في عمليات حربية هذه العملية هي مجرد عملية اغتيال وتصفية ما كان لك أن تحارب لأولا وكان رئيس في العالم يحارب من بعد أن تنتخب كرئيس لعهدى جديدة هو تم استدراجه ومشيذر عملية تفقدية للقوات وتم الاغتيال وأذكرنا بحادثة اغتيال كابيلة للزيير أو ما يسمى الكونغود ديمقراطية والاحتوى نصبه الإبن رئيس بلاص وفي هذه العملية كل شيء وجه أصابع الاتهام إلى بلجيكا كما حاليا كل شيء وجه أصابع الاتهام لفرنسا المستفيد الأول من المستعمرات السابقة لها في منطقة الساحل وخف فرنسا زعم خرجت بتصريحات تدين قتل الرئيس شادي إلى أنها لم تدين مثلا تنصيب الإبن ديالو الذي اختار 15 جنرال عسكري معه لحكم البلاد لمدة 18 شهر وقاموا بحل الحكومة والبرلمان أنا مفهمت هذه الإنقلابات في إفريقيا للمطر رئيس ديروا بكل بساطة انتخابات وخلوه لحكومة تصير الأمور حتى تنتخبوا رئيس جديد علش زعم ما سندخله حتى الجنرال عسكرا هم اللي سيروا البلاد 18 شهر تماما كيف مدى المؤخرا في مالي ومحاولة في النيجر والأمر مؤكد هذا انقلاب عسكري والابن ديالو سيبقى حاكم البلاد تول مذى 30 عام 40 عام وتيتي أكد تورط فرنسا لعلى ما يبدو كتعاود هيكلة الأمور بقوها الدول تحت القبضة ديالة الفرنسية وحضور ماكرون لجنازة الرئيس تاتي لهو دليل على أنها تكامل فيلم لأنه من المفروض من بعد هذه الحادثة أن تات دولة غير آمنة وفرنسا ستمنع الرئيس ديالا أنه يمشي خاطر بالحياة ديالو بقوضة لتشياء الجنازة هم تحكمين في الأمور ديال البلاد وتم تسقية هذا الرئيس لغرض ما ربما لأنه تقرب من روسيا أو تقرب من الصين أو لأنه عارضوا في أمور واذا فهمت عن مكتبون يوح دراسك ومكين غير سمعا وطاعة مونجنيرا طريقة قتل رئيس تاد موتير الشوكو فكيف الشيش دياله يسمح لي بالتواجد في المنطقة ممكن أن تشكل خطورة على الحياة ديال وبعض الأخبار أشارت إلى أن الدرون هو من قام بعملية تصفية وهو درون فرنسي نطلق إما من الجزائر أو من القاعدة الفرنسا التي كان في النجر قلنا أن من بين الأهداف هذا الاغتيال هو تمكين فرنسا من السيطرة على تشاد وعلى دول الساحل أيضا كان هدف ثاني خطير جدا وهو جر ليبيا إلى حرب عصابات على التراب لأنه المتمردين رأيهم كينين في الجنوب ليبيا هم تحكمين في مناطق شاسعة وعندهم المال والسلاة وبطبيعة لحال فرنسا والجنود والجيش تشادي يريد أن يردوا على عملية قتل الرئيس تشادي إذا سيقدروا يدخلوا إلى جنوب ليبيا لمتابعة المتمردين وهذه تماما لباغة فرنسا يعني فرنسا من بعد مغرب سدع المطريق بجمع شمل الفرقة الليبيين ومنع التدخلات الخارجية هذه اليوم تناور للرجوع والدخول إلى ليبيا من الجنوب وأصلا سابقا في حلقة عديدة قلت لكم أن الهدف لفرنسا هو خلق دولة صغيرة في جنوب ليبيا لكي تحكم فيها ثانيا هذا الإنقلاب أو الإغتيال تخدم مصالح جنرالات الجزائر لأنها فرصة ذهبية لا يستغلها لكي تصدع في جنوب ليبيا وشملتشال لكي تلعوا الحراك من أن الجزائر الجديدة رأيها مستهدفة وأنه كان مشاكل كبيرة وخطيرة في الحدود مع جنوب ليبيا ضروري الأشقاء الليبيين ينتبون هذا الأمر لأنه خطير جدا ومن الضروري عدم الإنجرار لأي حروب لا يوجد صالح ليبيا ويحاولوا يضبطوا السيطرة بجيش ليبي تابع للحكومة المدنية على كل أراضي ليبيا ومن بعدها إن شاء الله يفتحوا ملف الأراضي ليبيا المسرقة من طرف الجزائر والتي فيها تروات باطنية كبيرة ستخدم ليبيا بزر رأيك شيء لأن الجزائر كانت تدعم القدافي ضد الشعب لأنهم معارفون أن أي حكومة مدنية في ليبيا وإلا طالب الحقوق بالأراضي المسرقة والتي ليبيا إلى يوم من هذا ما اعترفت بحدودها مع الجزائر فرنسا مع الأسف ما زالك تلعب بدول الساحل بمساعدة الأنظمة العسكرية في المنطقة والآن رأى بسطة السيطرة في التشاد والنيجر وماليو موليطاني والجزائر الذي فيهم كامل الجنرالات يحكمون بانقلابة العسكرية لخدمة المصالح الفرنسية والذي حيرني في الصحافة الفرنسية أنهم عمروا انتقدوا جنرالات العسكر في هذه الدول كاملين كيفما ينتقدوا مثلا الملكية في المغرب الرئيس التشاد الذي تقتل كان حاكم 30 عام بوتفليقة والجنرالات كذلك وفي الدول الأخرى أيضا وكيفما ينتقدون أنظمة عسكرية في الواقع تحكم كثيرا من الملو وحتى تعيين جنرالات مع ابن الرئيس التشاد المقتول لم يبرزت صحافة الفرنسية ولم يبرزت أن تعيين ابن 15 جنرال العسكري هو غير مقبول في الدستور دولة التشاد وهذا دليل آخر على أن فرنسا تعيش على ظهر هذه الشعوب المنطقة بمساعدة الأنظمة العسكرية الخبيثة ولم ننسى أن الجزائر عند مصلحة في هذه الإنقلابات العسكرية لإشعال المنطقة لكي يقدروا تبرير بمشاركة الجيش الجزائري لعملية حفظ السلام في النيجرال المالي وفي الشعب لأنهم خايفين من غضب جزائري شعبي أو عسيان عسكري نكتفي بهذا القدر خوتي خواستي العزاج شكرا على مشاهدة ديلكم والدعم ديلكم المستمر كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم